أهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع الحادي عشر من مادة التربية الإسلامية للصف السابع قبل أن نبدأ لا بد من التعريف بالهدف المرجو تحقيقه من هذا الدرس إذن الهدف اليوم هو أن نعرف بمحتويات الأسبوع الحادي عشر وكيف سنربطها أو سنربط موضوعاتها بالمواد المختلفة ثم تعلمون أعزائي الطلاب أننا بدأنا منذ بداية الفصل بدراسة آيات سورة المن وقسمت إلى أجزاء في هذا الأسبوع وصلنا إلى الجدء الثالث من آيات سورة المن بموضوعات أخرى دعونا نستشف الموضوع العام الذي ستتحدث عنه الآية اظهر للصورة المرفقة أمامك ماذا تلاحظ أو ماذا ترى نرى شخصاً يعمل هل يعمل شيء مهم؟ قد تقول لا فهو يعمل في الأرض فليس طبيباً أو مهندساً أو تاجراً بالطبع لا العمل مثما كان نوعه مهم لأننا نكمل بعضنا على هذه الأرض فقد خلقنا الله تعالى لعمارة هذه الأرض فكيف ستكون هذه الأرض دون زراعة؟ فنرى شخصاً يعمل وإنه يعمل عمل مهم دعونا ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه كيف تربط هذا الحديث الشريف بالصورة التي نرها أمامنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخذت حزمة حطب فحملتها وبعتها أفضل من أن تطلب من الناس فقد يعطوك أو يمنعوا عن كذلك وهذا رجل يعمل إذا كليهما يتحدث عن موضوع مهم جداً وهو قيمة العمل في الإسلام وهو الموضوع الذي ورد لنا في الجزء الثالث من آيات سورة المل فسنجد سورة المل تحسوا على العمل وطلب الرص وتحذر من عذاب الله تعالى الذي يصيب الكافرين إذا سندرس في هذا الدرس الآيات من 15 إلى 24 سنتعرف إلى موضوعات الآيات الكريمة أهمها الحث على العمل وطلب الرص وتحذير الكفار من عذاب الله تعالى وصخصه وتتحدث عن نعم الله تعالى وقدرتها وما أكثر هذه النعم تستطيع عزيزي الطالب الرجوع إلى المنصة التعليمية البي سي والاستفادة من الأنشطة التفاعلية والتقييمات الذاتية والمصادر المختلفة لتفهم الدرس إذا أردت أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بدراسته هو صلاة الاستسقاء نحن نسمع أن الصلاة هي تأذية الفروض الخمسة المطلوبة منها صلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء هذا النوع من الصلاة قد نسمعه من والدينا ولكن لا نقوم به دائما وليس كل يوم متى نقوم به؟ اضطر للصورة المرفقة أمامك تؤدى هذه الصلاة كما ترى جماعة ثم قال تعالى إذن ما هو مظهر رحمة الله تعالى بعباده من هذه الآية؟ إنه مظهر مهم وهو إنزال الغيث ماذا أقصد بالغيث؟ نعم إنه المطر ما اسم الصلاة التي نؤديها عندما يتأخر نزول الغيث؟ إنها صلاة الاستسقاء فصلاة الاستسقاء من الصلوات ذوات الأسباب التي يؤديها المسلم تقربا لله تعالى عند انحباس المطر وطلبا لنزوله سنتعلم في هذا الدرس كيف تؤدى الصلاة وهل ستكون جماعة؟ وما فكم هذه الصلاة؟ ثم سنربطها مع العلوم من خلال معرفتنا أن الماء هي أساس الحياة على الأرض ويؤدي نقص المياه إلى خدوث الجفاق وموت الكائنات الحية كما أن جسم الإنسان يحتوي على ما يقدر بـ 65% من الماء لذلك علينا أن نطرس عن التزود بالماء يوميا بقدر محدد حتى نقافض على صحتنا كما سنربط الموضوع السابق وهو سورة الملت بمادة اللغة العربية من خلال تعلمنا الفرق بين مفهوم التوكل والتواكل الوارد في الآيات والذي نستطيع الحديث عنه عند تفسير الآيات آية آية أشكر استماعكم أعزاء الطلاب وأراكم في دروس قادمة ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر